المنطقة الخضراء وسط بغداد لا تزال هدف حشود المحتجين الذين حالت قوات الأمن دون وصولهم إليها من جديد كان رصاص القناصة وقنابل الغاز المختارقة للجماجم في مواجهة المتظاهرين السلميين على الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة المحصنة عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع قتل وجرحة خصوصا على جسري الجمهورية والسنك المؤديان إلى المنطقة الخضراء جموع غفيرة احتشدت في ساحات وشوارع الاحتجاجات وسط العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة ما سمي جمعة الصمود واستكمالا للتظاهرات المتواصلة منذ انطلاقها في شهر أكتوبر الماضي لم تتغير المشاهد كثيرا فالمناوشات تجري كل يوم كالمعتاد بين المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية العراقية التي لا تتردد في استخدام ترسانتها من رصاص حي وكنابل الغازات المسيلة للدموع والكنابل الصوتية ليسقط على إثرها من يسقط من المحتجين جرحة أو صرعة وسط محاولات أكرانهم لإنقاذ حياتهم أما مطالب الشارع فما زالت كما هي وتختصر جميعا في كلمة واحدة وطن ثم يأتي اتهام جديد لقوات الأمن بمهاجمة مسعفين بسبب تقديمهم العلاج للمتظاهرين إذ جاء في بيان لمنظمة هيومان رايتس ووتش تأكيد لإطلاق قوات الأمن كنابل الغاز المسيل للدموع والذخير الحية على المسعفين وخيامهم وسيارات الإسعاف ما أدى إلى وفاة مسعف على الأقل ونقلت المنظمة عن أحد الأطباء تأكيده استهداف قوات الأمن لسيارات الإسعاف مئات القتلى وألاف الجرحة وزخم الجماهير ما زال هادرا أمام تلكء الحكومة في الاستجابة بطريقة يقتنع بها العراقيون فبعد سنوات من الفشل في إدارة دفة البلاد يبدو أن الأمر سيتطلب أكثر من مجرد إجراءات شكلية ليطمئن الشارع لحدوث نقلة حقيقية في الحياة السياسية يطلعنا أكثر على آخر تطورات من الأرض مراسل الحرة يوسف المندلاوي من أربيل لو هناك أي تطورات تفضل بإضافتها إلى ما ذكرناه في التقرير يوسف وما هو الصد الذي أرجعه وتصريح وزير الدفاع العراقي بعد معرفة من يقتل المحتجيين نعم مساء الخير يعني اليوم كباقي الأيام الماضية استمرت التظاهرات والاحتجاجات في بغداد وبقية المحافظات في بغداد في ساحة الخلاني الساحة الأشهر وأيضا هناك ساحة التحرير كان هنا يعني وردتنا أنباء عن مقتل شخصين أو إلى ثلاثة أشخاص في ساحة الخلاني وأيضا كان هناك أكثر من خمسين جريح بسبب إطلاق الغازات المسيلة للدموع وحالات اختناق يعني تم تحويلهم بواسطة سيارات أو عجلات صغيرة تسمى بالتوك توك إلى مستشفيات بغداد يعني الوضع كان في بغداد اليوم ملتهب أيضا كباقي الأيام ساحة التحرير والخلاني وأيضا كان هناك يعني تنديد من قبل منظمة بسبب الحاق الأذى بالمسعفين وأيضا اعتقال عدد منهم في بغداد وأيضا كان هناك تنديد من قبل لجنة حقوق الإنسان النيابية في مجلس النواب العراقي التي أدانت عمليات القتل والاعتقالات التي تجري بحق المتظاهرين الذين يطالبون يعني منذ انطلاق هذه التظاهرات بتغيير الأوضاع وانهاء هذا النظام السياسي الموجود كما ذكرت في المحافظات الأخرى أيضا كان هناك المشهد يعني مشابه للأيام الأخرى هناك تظاهرات تجمعات هناك عمليات يعني محاولات للعصيان المدني وأيضا كان هناك في محافظة البصرة يعني جماعة أو المتمون إلى التيار الصدري كان هناك دعوات للخروج بمظاهرات في شوارع مدينة الناصرية وكذلك في البصرة في العمارة أيضا شهدت وفي الديوانية أيضا شهدت تجمعات وتظاهرات مساندة للعمليات أو للتظاهرات الجارية في بغداد نعم أما في موضوع ما يخص تصريح وزير الدفاع اليوم كان هناك يعني ردود أفعال مختلفة صدرت من جهات مختلفة كان السؤال الأبرز لماذا لم تقم السلطات الاستخبارات أو القوات الأمنية بملاحقة الذين اتهمهم وزير الدفاع بأن هناك عصابات تقوم بضرب المتظاهرين وكذلك القوات الأمنية بقنابل لم تستوردها وزارة الدفاع ولم تستوردها قوات الحجد شعبي ولم تستوردها البياشمرقة كان هناك تساؤلات من أين أتت هذه القنابل وكيف استهدفت المتظاهرين ولماذا لم تكن هناك يعني إجراءات بحق هؤلاء نعم شكرا لك يوسف مندلاوي مرسل الحرة من أربيل الأسلحة التي استخدمت في قتل المحتجين في العراق ليست من ضمن الأسلحة التي تستخدمها أو يستخدمها الجيش أو حتى القوات الأمنية العراقية هذه الأسلحة حسب وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري لم تدخل العراق عن طريق الحكومة ووظفت بطريقة سيئة في قمع التظاهرات لكن الوزير الشمري لم يسمي الجهة التي قامت باستخدام هذه الأسلحة ولا تلك التي أدخلتها إلى البلاد تصريحات وزير الدفاع عقبها على الفور بيان توضيحه من وزارته أشار إلى طرف ثالث دون أن يسميه أيضا يستهدف المتظاهرين مكتفيا بوصفه بالعصابات المسلحة تصريح اعتبر قرارا وإقرارا حكوميا بقمع دمويا للاحتجاجات وباستخدام أسلحة محرمة لقمع العزل وأثار التساؤلات لعل أبرزها لماذا يصمت المسؤولون عن الكشف عن هوية هذا الطرف الثالث وكذلك لماذا لا يتم التطرق إلى الدور الذي يلعبه قاسم سليماني قائد فريق القدس في الحرس الثوري الإيراني ومبعوث طهران لقمع التظاهرات كانت تلك طلقات نارية في أحد ميادين بغداد لتفريق المتظاهرين ووقف تقدمهم بالنيل من عزيمتهم طلقات أزهقت حتى الآن أرواح العشرات وأصابت المئات فمن المسؤول؟ أول أطراف القضية هي الحكومة تقر بشرعية الاحتجاجات تتحدث عن طرف ثالث يطلق النار فيصيب المحتجين وأفراد الأمن فيقتلون أو يصابون ثم تقول الحكومة إنها حققت في حوادث إطلاق النار لكن أحدا لم يرى النتائج أو يعرف الجنى الطرف الثاني في القضية هو ما يوصف بالطرف الثالث الدخيل بين المتظاهرين والحكومة ومنه مسلحون خارجون عن القانون وفق وصف الحكومة وذاك عذر أقبح من ذنب يجعل من الحكومة إما مقصرة تستحق الحساب فالاستقالة أو متأمرة تستحق العقابة والاستقالة ثالث أطراف القضية هم المتظاهرون الضحية ولهؤلاء حق في التعبير وإن خنق الغاز أصواتهم يعني بنات قاعدة الظاهر يرمون عليها بصجم كساري يعني يرمون الناس يعني كاسم الصوت في الحماير موجود لحد الآن وكلها دلائل وكلها تصوير عندنا ويرمون المسيل الدموع نتقدم يرمون علينا طلق حي طلق حي يرمون على المظاهر ينزل بكي يرميها يخرطها خرط الناس عبالها يما غلا يقول بستها خالية شوف يقول بستها خالية هاي خالية حقوق هؤلاء لا يضيعها طرف من الخارج يسميه المتظاهرون ويخشى المسؤولون ذكره وإن كانت بصماته ظاهرة على بنادق القنص والقتل في بغداد ودمشق وما بينهما قضية مقتل المتظاهرين بانتظار الحكم وذلك ليس ببعيد يقول المتظاهرون فإن حاولت الحكومة تجاهل الأمر كرها أو طواعية نطق العراقيون بأن حقوقهم لا تسقط بالتغاضي ولا تتلاشى بفعل الغازي والرصاص وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري كشف عن أن القنابل المستخدمة في تفريق المتظاهرين في البلاد لا تتبع لأي جهاز أمني عراقي فما هي قصة هذه الأسلحة الغامضة والتي تفتك بالعراقيين يوميا حسب الشمري فإن البندقية الوحيدة التي تملكها الأجهزة الأمنية العراقية لإطلاق القنابل المسيلة للدموع هي هذه البندقية والتي يصل مدى تلقى فيها إلى 100 متر متعرف عليها دوليا وهي من عيار 40 ملي مترا ولا يتعدى مداها كما ذكرت قبل قليل 100 متر فقط وهذه نقطة مهمة سنشير إليها بعد قليل في حين أن القنابل التي أصابت المتظاهرين وأدت إلى مقتلهم أطلقت رصصاتها أو قنابلها المسيلة للدموع من مسافة 300 متر عن مكان وجود القوات الأمنية بحسب ما قاله وزير الدفاع العراقي هنا يبرز كلام الشمري عن طرف ثالث يقول متخصصون أن القنابل التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين هي إيرانية أو صربية المنشأ بحسب الصور المتداولة يقول المتخصصون أن القنابل المستخدمة يبلغ وزنها حوالي 250 جراما طبعا وهو ما يعادل خمسة أضعاف وزن القنابل التي تستخدمها القوات الأمنية عادة وهي مصممة على غرار القنابل العسكرية الهجومية التي تستخدم في القتال وفي أرض المعارك وليس في المظاهرات معنا من تونس مباشرة لنتوسع أكثر في الحوارة المحلل السياسي العراقي عامر سعيد ومن واشنطن فليب نصيف مدير المناصرة في منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشكركم ما ضيفي الكريمين لتلبية الدعوة أستاذ عامر ما نصدق وصدقا أصبحت هذه دوامة اليوم وهذا السؤال واضح من أنه لن ينتهي من دون الحصول على إجابة واضحة عليه ما نصدق اليوم المتظاهرين المحتجين أم نصدق وزير الدفاع نعم سامك ألو هناك تأخير في وصول الصوت لحضرتك أستاذ عامر تسمعني الآن ألو قطع أيوة طيب أنا أسمعك جدا تمام عذرني هناك يأخذ سؤال وقت ليصل لحضرتك أرجو أن أتحمل ذلك أنا وحضرتك وضيفنا والمشاهدين أستاذ عامر من نصدق المحتجين أم وزير الدفاع العراقي زين إن شاء الله خير لا بالتأكيد نحن نصدق المحتجين وأقول شغلة في مصلحة هذه الدولة العراقية والحكومة القائمة والدكتور عادل عبد المهدي كان عليه أن يقدم لو أراد ينجح كان عليه أن يقدم مقدما اعتذاراً أولاً إلى الشعب العراقي وإلى المحتجين عن أنه مع الأسف واجههم بالرصاص وبالقنابل مسئلة دموع وأثار ضجة عالمية وأثار تقارير دولية تدين هذا التوجه وسقط قتلى يتحمل مسؤوليته فهو لم يقدم اعتذار لو كنت هنا وما كان كرئيس بزر أقدم اعتذار أولاً أثنياً أقدم تحملي للمسؤولية عن كل ما جرى تجاه القوى الأمنية التي سقطوا منها وتجاه هذا الشعب المثلظهري وحراكه السلمي وأن يطوقهم بالزهور ويعترف ثلاثة يعترف أن العملية السياسية منذ 16 عام حتى حكومته فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم وطن دافي للعراقين بهذا المدخل كان يمكن أن يسمع له المحتجين وكان يمكن أن يصدقوا تقارير وزير الدفاع طالما لم يتقدم بذلك فعليه أن نصدق الذين هم ضحايا في كل الأحوال الحراك السلمي الجماهيري ويعني جيل عراق صبا المهداوي والتوكتوك وأخوتها وأخواتها المصعفين لا يمكن لأحد إلا أن يصدق هذا الجيل الذي أعاد دفع العراق في حين أن هذا الجيل هو ينتمي لهذا النظام القائم وآباء وأخوتها وبعض أبناء شهداء في الدفاع عن هذا النظام فيجب أن تأخذ المصداقية تجاههم ماء بالماء حتى لو كانت تسعى وتسعى من الماء لو أنا قائد لو أنا حكومة عراقية كان طوقت ومع الأسف لا يمتلكه حتى شجاعة الاعتراف ولا الذكاء الآن ما هو المطلوب؟ يعني ما هو المطلوب من الحكومة العراقية؟ طيب سنأتي إلى هذا السؤال مع حضرتك أن تعترف اعتراف شكلي وظمني ورسمي صبرا معي إذا سمحت أستاذ عامل ما هو المطلوب؟ سيكون السؤال التالي لحضرتك إذا تكرمت معي حتى لا نترك أستاذ فليب أكثر في الانتظار سنجيب على هذا السؤال إذا تكرمت أستاذ فليب كيف تنظر المجتمع الدولي؟ كيف تنظر المؤسسات اليوم الكبيرة كمنظمة العفو الدولي؟ إلى مؤسسة أمنية إلى دولة تعرف الجرم ولا تعرف من هو المجرم اليوم ماذا تقول عندما أو ماذا قلت مباشرة عندما سمعت تصريحات وزير الدفاع العراقي؟ أولا وقبل كل شيء العالم كله شاهد في الشهور الأخيرة الملايين من العراقيين يخرجون للشوارع بشكل سلمي يطلبون التغيير ليس فقط في حكومتهم ولكن في حقوقهم الإنسانية الأساسية والعالم بأكمله ساهد كيف سقط هؤلاء المتظاهرين بأيدي القوات الأمنية وتعرضوا للإصابات بسبب غازات المسيلة للدموع التي أطلقت ضد المحتجين بدون تمييز وبعض الأحيان باستهداف رؤوس المتظاهرين وقتلتهم لأن هذه الكابسولات من الغاز ربما وزنها تقيل الغاية رد الحكومة العراقية على مطالبات التغيير والكهرباء والمياه والاقتصاد الأفضل هو قتلهم وهذا أمر مشين ونحن رأينا رد الفعل والمجتمع الدولي لابد أن يأخذ موقفا على أقل تقدير الضغط على الحكومة العراقية لحماية المتظاهرين والامتناع عن استخدام الغازات المسيلة للدموع وأرصاص الحي ضد المتظاهرين إلى أي مدى يا أستاذ عامر أنت تظلم السلطات العراقية أنت تظلم القوات العراقية قل لك الرجل بأننا نحن لا نعرف من أين دخلت هذه القنابل المسيلة للدموع أو البندقية التي تم استخدامها يعني من الظلم اليوم تحميل مسؤولية كاملة للقوات الأمنية العراقية هناك فراغ أمنية ألا ترى بأن هذا اعتراف غير صريح وغير مباشر بأن العراق القوات الأمنية وزير الدفاع ليس لهم القدرة على السيطرة على مخارج ومداخل البلاد فهناك طرف ثالث بإمكانه إدخال ما يشاء وبالكمية التي يشاؤها سواء كانت محرمة أو محللة دوليا للاستخدام في هذا النوع من الأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد كما يشاء أليس هذا أقرار واعتراف؟ الرجل اعترف لماذا تظلمه يا أستاذ عامر أنا قبل أن أجاوب على هذا أريد أقول كلمة أظهرت التحقيقات الدولية أن القنابل المسيلة للدموع عيارة 25 التي يجب أن تطلق بشكل قوس كانت الحكومة العرقية وقواتها تطلقها بشكل مباشر وبالتالي تقتل المتظاهر وتشوه وتدمر أثنين القنابل المسيلة للدموع عيارة 400 250 400 تستخدم في الحروب وهي قاتلة وثبت أنها استخدمتها تجاه المتظاهر السلمين بدون أن ندخل لكل هذه التفاصيل هذا خرق للدستور اللي هم من تمسكين به خرق للمادة الثنين ولمادة الحريات ولمادة التظاهر السلمي وكان النظام يتبجح خلال 16 سنة أن الدول العربية تغار من هذه التجربة الديمقراطية هذا الموضوع يجب أن لا يضيع والمتظاهرين كان لهم مطلب واحد استعادة وطنهم الدافي الذي دافعوا عنه بالدم في فترة 16 سنة فأنا لا أضيع بالتفصيلات هناك قصور خطير في إدارة الدولة وفي إدارة الأمن والمسؤوليات وبالتالي تتحمل هذه الحكومة والحكومات المتعقبة والأخرى كل هذا السلوك الذي إذا قيل أنه عبقرية في الفشل وعبقرية في تجافي الحقيقة وعبقرية في عدم الاعتراف أنها تواجه شعبها أنا له رئيس وزراء وواجه شعبي بهذا الشكل علي أن أقدم استقالها رح أقول شغلة واحدة جرت في دولة عربية أزمة أيلول قدم رئيس الوزراء وهو ليس مثل هؤلاء عسكري ولم يجد تبرير قدم بعد 42 ساعة استقالة وقال لن أطلق طلقة واحدة على الشعب حتى لو كان هناك خروقات لأنني سوف أكون مجرم في ذاكرة الشعبية أخي هؤلاء يجب أن يرتفعوا إلى مستوى الدولة وأن يعرفوا أنهم يديروا العراق الذي وقفت معهم الدولة العظمى وإيران والدولة العربية وكل النظم الإقليمية لكي يسلموهم العراق على طبق من ذهب وهم يكذبوا للعالم أنهم مخترقين وبالتالي سمعنا كذب أخير أن هناك طرف ثالث هذه الحكومة العراقية التي استطاعت كما قيل أن توصي أين موجود البغدادي لا تستطيع أن تجد طرف ثالث عليها أن تتحمل مسؤولية الطرف الثالث وأن تقدم اعتذار شديد اللهجة وأن تعترف أنها فشلت وتتحمل مسؤولية الفشل وتطلب من شعبها أنها فشلت في إيجاد الطرف الثالث وفشلت في إدارة شؤون الحكم وتفتح صفحة مع الشعب ومع الحراك وتطلب منهم الصفح لكي يقبل الشعب أن يسمعها من غير ما أقترح الحلول الأخرى التي سأقولها فيما بعد طيب تمام لماذا طيب لمن يدافع عن هذا الطرف الثالث أستاذ فليب منظمة العفو الدولية قالت في تقريرها الذي نشر لربما قبل أيام قليلة جزء كبير من المقذفات الفتاكة هو في الواقع قنابل غاز مسيل للدموع M651 وقنابل دخان M713 صنعتها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية لمن يدافع عن هذا الطرف الثالث أستاذ فليب ما هي مصلحة منظمة العفو الدولية في فبركات هذا الخبر لا يوجد أي سبب أن منظمة العفو تفبرك هذه التقارير منظمة العفو أكدت أن المقذفات الغازية هي أثقل عشر مرات من الغازات المقذفات العادية وهي صنعت في إيران فضلا عن ذلك أيضا صنعت ربما في سربيا أو في دولة أخرى ولا نعرف كيف وصلت إلى العراق ولكننا نعلم أن هناك وتستخدم وتستخدم لإلحاق ضرر بالغ بما في ذلك الموت ضد المتظاهرين رأينا الإصابات الجسيمة التي تسببت فيها المقذفات التي أطلقت على رؤوس المتظاهرين وأخيرا رأينا أيضا كيف أن عربات الإسعاف والمسعفين استهدفوا من قبل القوات الأمنية إذن هناك عدة مخالفات لحقوق الإنسان تقترف في العراق إلى حد كبير من قبل القوات الأمنية والقوات المسلحة الموجودة في الشارع لإخماد هذه المظاهرات وهذا إخلال بالقانون الدولي وأيضا بحقوق هؤلاء المتظاهرين لا يمكن ذكر اسم قاسم سليماني في كل ما يجري اليوم أستاذ عامر لا نسمع ذلك هل يمكن لوم الطبقة السياسية العراقية المسؤولين الأمنيين العراقيين اليوم على ذكر اسم الرجل في دائرة الاتهامات واليوم أيضا هناك بعض لا أعلم كيف أسميها هي تصريحات أو بعض الوثائق التي تم نشرها عن أن الحشد الشعبي هو من قام باستيراد أو بإدخال هذه القنابل القنابل الغاز المسيلة للدموع إلى البلاد نفى الحشد الشعبي وقال لك أنا ليس لعلاقة في الموضوع اليوم كيف يمكن إخراج أو الدور الكبير الذي يلعبه الرجل اليوم في ظل الحديث القليل عن هذا الدور في الأوساط العراقية السياسية والأمنية أنا سأقول من واقع لقاء دقيق مع نور المالكي وهو يخرج من السلطة بأوامر قال أن إيران تفقت مع الولايات المتحدة وأجبرت أن طائرات الولايات متحلق في السماء وأن الأرض العراقية كلها هذا رسمي أنا مسؤول عنه تعود لإيران وتدير دفة العراق فقاسم سليماني جندي لهذا التوجه الإيراني الذي ألغت فيه إيران الوجه العربي للعراق وفرضت رئيس كردية على مدى ثلاثة رئاسات هذا أهم من قاسم سليماني وفرضت أن يكون قاسم سليماني موجود منذ معارك الموصل حتى ما يجري في بغداد وفرضت صور سليماني وهو موجود في الحشد هذا كل ما يحتاج إيران تحكم العراق والطبق السياسي العراقية كلها قال عنها جلال الطلباني قبل أن يموت وهو مريض على فراش الموت سئل كان يزور أحمد الشلبي والطبق السياسي قال لهم أرجوكم قالوا لهم نحن جاينا نشوفك فقط للصحة قال لهم لا أمامي مسؤولية تاريخية طلبت مني أن أقبل وأوقع طريقة استدعاء نوري المالكي إلى البرلمان ليقال لكنني تلقيت تليفون من المرشد الأعلى رسميا أن لا أوقع الورقة ولا أوافق على طلب البرلمان واتصلت بي الإدارة الأمريكية وطلبت أن لا أوقع الورقة ولا يقدم نوري المالكي إلى البرلمان هذا علني مسجل أحمد الشلبي ثم حكى القصة كلها كيف تحكم إيران العراق وسألوه عن أيات قال جميع الطبق السياسي تحكمها إيران وأنا أشاهد على هذا الموضوع وأكذب هذا حديث عراب العملية السياسية فتسني عن خاسم السولويني عفوا أنا أجيبك طريقة أخرى أنا لو كنت بدل المرشد الأعلى والحمد لله لم يكن بهذا الذكاء وأدير العراق وأدير سوريا وأدير لبنان وأدير اليمن كان أولا وجهت خطاب إلى الشعب العراقي كذبا تفضل أود أن أشكرك عذرني الوقت كنت أود أن نكمل هذا الحوار ولكن الوقت دائما يدركنا أستاذ عامر سعيد شكرا جزيلا لك بعد أن نمو لبنان سيكون لدينا لقاء آخر بكل تأكيد ومن واشنطن فليب نصيف مدير المناصرة في منظمة لعفو الدولية لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكرا لكم شكرا لكم